بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسسك الله بدر فلا كاشف له إلاه وإن يردك بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم صدق الله العظيم هنتكلم في المحاضرة دي جماعا المدياستين الماسد وده موضوع مهم جدا جدا ومن الحاجات اللي بتيجي كتير أو في الإجزامز في حاجات براكتكال مهمة احنا هنتكلم عليها ناخد بلنا منها عشان يبقى سهل علينا ان احنا نقدر نشخص المدياستين الماسد نتكلم كلمتين عن الأناتومي ده طبعا الفيلسون كلاسفكيشن اللي هو كان معمول على الاترال تشيس اكس ري ده معمول بيقسم المدياستينم لثلاثة كومبارتمنت الانتيرير والميدل والبوستيرير الانتيرير الحدود بتاعته قدام فيه الستيرنم وورا فيه الانتيرير اسبكت بتاع التراكية الاركولامن اللي احنا شايفينها دي وبعدين الانتيرير اسبكت الزهارت والميدل بيمتد من الحدود ديت لغاية آآ 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 واحد من سنتيميتر بستيرول الانتير مارجن بتاع الاسبين اذا الانتير مارجن بتاع الاسبين واين سنتيميتر منهم وعملنا اللي هو ال ver vertical line ده اللي هو middle mediestinum البستيرول mediestinum من هذا الخط لغاية اللي هو cost of vertebral junction وراه ده هو ده البستيرول mediestinum وطبعا كلهم بينتهوا انثيرولي بينتهوا بالإيه بالدافرا طيب ده اللي هو ال classification يعني ده الصورة اللي احنا شايفينها بناءً عن كلمتين الذين قلتهم. ذلك الميدل مديستيمي وهو تقريباً الهارد والتراكية واللاعرش. وهو ماwasser مديستيمي. وهو سجدال st. الساجدال للبيلينكس راي في اللاترال فيو. طبعا ادي الانتير ميدياستينام ده انتير للهارت يعني انتير للتراكية من فوق وانتير للهارت من تحت. والميدياستينام اللي هو البلو ده بينتهي عند وان سنتيميتر عند فيرتكال لاين. انا واخده على الانتير اسفكت بتاع الاسباين وان سنتيميتر منها الورا كده يعني. والبستير ميدياستينام بينتد من هذا اللاين اللي انا شايفهم دون. طيب ده اللي هو احنا بنشوفه برضو في الانتيرير ميدياستينام بنسميه على اساس انه والميدل ميدياستينام ده اللي هو الفاسكولر كومبارتمنت اللي فيه الهارت والفيسلس البالموناري والقارش وهكذا. والبارا فيرتبرال او البستير ميدياستينام ده بسميه بارا فيرتبرال كومبارتمنت. ده طبعا في سي تي ادي البريفاسكولر اللي هو الانتير ميدياستينام و ادي الفاسكولر ده اللي هو الميدل ميدياستينام و ادي اللي هو البارا فيرتبرال ده اللي هو بيمثل البستير ميدياستينام. ده عشان انت لما تشوف اللي هو الاكسيال سيتي وتشوف الماسلز تبقى انت عارف اللوكيشن بتاعتها فين. اللي فوق الفيسلز دول دول انتيرو ميدياستينا. في مكان الفيسلز كده ميدل ميدياستينا. واره تحت كده ده بوستيريور ميدياستينا. جم بعد كده لما السيتي طلع وكده قالوا طيب احنا ليه ليه نقسمهم لتلاتة كمبارتمنس ده هما اربعة كمبارتمنس. اللي هما ايه? قالوا نقسم الميدياستينا للسوبيور وانفيرور ميدياستينا. السوبيور ميدياستينا يبقى من خط انا باخده كده من عند اللور بوردر بتاع ثراسيك فيرتبري نامبر فور لغاية الستيرنل انكلى. يبقى كل ما هو فوق هذا الخط ده بسميه السوبيور ميدياستينا. واللي تحته بسميه انفيرور ميدياستينا. وهي نفس التأسيمة بتاعتي بقى. الانتيريور للهارت ولكلام ده انتيرر وده ميدل وده بوستيرر لكن انا عملت سوبيرر وانفيرر والانفيرر بيتقسم لانتيرر وميدل وبوستيرر طبعا الحاجة الاساسية اللي هتبقى موجودة عندنا هنا في سوبير ميدياستينا في الميدياستينا الماسز اللي هنقولها بعد شوية هي الريتروستينا الجويتر واللمفينيوز ناخد بنا من الكلام طيب هي ايه الانت �يشة اللي موجودة في كل كومبارتمنت من دول. اول حاجة هنا في الانتيول ميديا ستاينم رقم واحد السايمس. ودي اهم واحدة فيهم. في شوية لينفنودز في فات وفيه الاسسنينجاورتا اللي احنا شايفينه ده. الحاجات الموجودة في الميديل ميديا ستاينم. طبعا احنا عارفين الهارت ده اللي هو الاساسي. وبعدين طالع منه الارش. وبعدين عند التراكية. والبرومكاي اللي طالعين منها. وطبعا فيه لينفنودز دي رقم واحد اللي هي الاساسي. زي الصايمس اللي موجودة في الانتيول ميديا ستاينم. الحاجة الاساسية اللي موجودة في البوستير ميديا ستاينم هي البارا سباينال سوفتيشو. ناخد بقنا من الكلام ده. ورقم اثنين الاسوفغس ورقم تالاتة اللي هو الديسسيندينجاورتا وقادي الاسوفغس وقادي البارا سباينال سوفتشو. طيب الحاجات الامجنج مو دالس اللي احنا بنشوف بنأسس بيها الميديا ستاينل الماثد. البلينكس ريه. ولازم نعمل بيه ما ينفعش نعمل بي ايه بس لان احنا لسه قيلين الكلاسفكيشن او انتير وميدل وبوستير كل الكلام ده بيز ده اللاترال ديوه تاني حاجة البيلينكس ري هيقولي اذا كان فيه ماس ولا لا وممكن يشوف الكلاسفكيشن اللي موجودة في الماس دي السي تي هيقول الماس دي طالع منين دي ميديا ستاينل ولا بارموناري اللوكيشن بتاعها هي في الانتير ولا في الميدل ولا في البوستيرر يقولي تشو كراكتريستيك بتاع اللي جنز هل فيها تالسفكيشن هل فيها فات هل ايه بالضبط ممكن يقولي اوكل تيليجنز يعني حاجات انا مش شايفة في البلينكس ري ممكن تظهر في ال سي تي هيساعدني في الستيجنج هيساعدني لو انا عايز اعمل بايوزي البيت سي تي هي الرول الاساسي بتاعه في الليمفوم انه هو بيعمل انيشيال ستيجنج يعني قبل ما العيان ياخد كيمو سيرابي يتعمله بيت سي تي وبعد ما بياخد الكورس بتاعه بنعمله فلو اوب عشان نشوف الرسبونس للتريتمنت تاني حاجة البيت سي تي ساعات بيفرق لنا الماليجننت من الصيمومة يعني الحاجات الماليجننت هتاخد هاي اف دي جي ابتيك غير الحاجات اللي هي البيناين دي طبعا الحاجات الرول الاساسي بتاع البيت سي تي بالنسبة للرنين ده اهم حاجة فيه انه هو في البوستير ميدياستينا الماس ليه يا جماعة يعني اي ماس ليجن ميدياستينا الماس انت هشوفه في البلينكس رايي وتشوك ان هي في البوستير ميدياستينا اسبيتر ان انت تعمل رنين اما ار ليه لان معظم البوستير ميدياستينا الماس النيوروجينيك تيومرز النيوروجينيك تيومرز بتمثل حوالي 90% من البوستير ميدياستينا الماس وطبعا من الفيتشارز بتاع النيوروجينيك تيومرز بيبقى لها انترا سباينال كومبوننت وديتيلز لها علاقة بالعضم وهكذا فالرانين هو اللي يبين لك الكلام ده كويس او الرانين يقدر يميز الحاجات الاكستانشن والانفيجن ويقولك اذا كان فيه فاسكولر الابنورمالس ولا لا زي انيوريز مخلافه حالات الليمفومة لما بيحصل او بيبقى فيه الرانين برضو يساعدك في الحكاية دي والحاجة الاخيرة لو فيه حالة ان هي تعمل فالرانين ليه دور في الكلام لكن ما تنساش الهدف الاساسي انه هو بيساعد او الحاجة اللي هو اللي انت بتستعمله عشان تشخص بها النيوروجينيك تيومرز اللي هي الموستو كومن بوستير ميدياستاينل ماس لما انت بتعمل بلينيك سري وتشك ان فيه ميدياستاينل ماس ليجن انت عايز تجاوب على ثلاث حاجات ثلاث اسئلة اول حاجة هي اللي انت شايفها دي ميدياستاينل ولا بالمونري تاني حاجة لو هي ميدياستاينل هي في any compartment هي في الانتير ولا في الميدل ولا في البوستيرر تالت حاجة لو هي في الانتير او في الميدل او في البوستيرر هي تطلع ايه بقى تطلع تيراتومة ولا تطلع سيمومة ولا تطلع هيرنيا ولا تطلع ايه بالزبط فاحنا انا اخذ الاسئلة دي ونجاوب على كل سؤال سؤال اول حاجة هي ميدياستاينل ولا بالموناري رقم واحد ميدياستاينم يعني ايه يا جماعة ميدياستاينم يعني اسم المنصف الصادري يعني كل الحاجات اللي هي اللي موجودة في الميدل بارتو او زات شاس فبالتالي عشان تقول على اي ليجن ان هو ميدياستاينل اورجن اوف ميدياستاينل اورجن المفروض ان هو يبقى سنترل ده رقم واحد تاني حاجة بيبقى عامل اوبتيوز انجل مع اللانج يعني زي اللي انت شايفه ده طبعا وقادي لو هو بالمنظر ده كده قادي الانجل اللي هو هيعملها مع اللانج اللي ايه اللي جنب وهنا برضو نفس الكلام لو هو بارموناري ليجن هيعمل اكيوت انجل مع اللانج اللي انت شايفه دي لو انت خدت خط كده هتلاقي الانجل بينه وبين اللانج اكيوت او يعني ما هياش اوبتيوز تالت حاجة ان انت تبقى عارف ان هو ممكن يكون طالع من ميدياستاينل انت عارفه يعني انت شايف مثلا ليجن طالع انيوريزم طالع اوليه علاقة بالاسندينج اورت يعني هو من الاورت عموما يعني يبقى ده غالبا انيوريزم يبقى انت عارف ان الاورت ده ميدياستينا الاستراكشر وفي حاجة طالع منه يبقى غالبا اللي طالع منه ده ايه ميدياستينا ليجن طيب ادي التلات حاجات اللي هي تقولك اذا كان ده اول سؤال زي الحاجاء زي الصور اللي موجودة قدامنا دين يعني انا عندي ميدياستينا الماس بالاترال ميدياستينا الماس اللي انت شايفها دين اه دي او ماس ليجن دي ميدياستينا لولي بالموناري اول حاجة هي سنترال داني حاجة الانجل اللي هي عاملها مع اللانجل اللي جنبها اوبتيوز انجل اللي انت شايفها دي اهي ماشي طيب independent مش مهمة بقى هي طالعة من an structure بس انا عندي يعني two findings ههم يقول ان دي medias spinal mass الماس اللي تحت دي دي طالعة منين دي ما هيش central الحاجة التانية لو انت جيت شوف ال angle اللي هي عملاها مع ال long هتلاقيها ايه acute angle طيب ده اللي احنا بنعمله في الامتحاني ينقول لك دي pulmonary ولا medias spinal legion adding mass legion merging مع ال medias spinal structures و inseparable from medias spinal structures وعمله obtuse angle مع ال long ادي ال long ايه و ادي الانجل اللي بينهم ايه اوكي يبقى دي medias spinal mass ما هيش pulmonary mass طيب ده اول سؤال جاوبنا عليه تاني سؤال هي طالعة من any compartment عشان تجاوب على السؤال ده فيه شوية close هتساعدك ان هي تقولك دي طالعة منين اول حاجة فيه لو ما احنا نبقى قدامنا اللي تشاسب الشكل ده ونجيب ال close دي من فوق لتحت اول حاجة فيه حاجة اسمها syrvico thoracic sign هنقوله بعد شوية بالتفصيل حاجة تانية فيه حاجة اسمها بارة راكية الاسترايب حاجة تالتة فيها اسمها highlam overlay sign حاجة رابعة اسمها سوراكو abdominal sign يعني بين السوراكس وبين الابدومنة من هنا عند الدافرام كانت حاجة خمسة اسمها cardiophranic angle اللي هي الحتة دي اللي بين الهارت وبين الدافراجماتيك كوبل حاجة اخيرة اسمها baraspinal line اللي هو الخط ده اللي هو الbaraf vertebral line ده اللي ماشي straight ده حصل فيه disruption ولا لا دي الحاجات اللي هتساعدني تقولي على مستوى الPA ان انا اشك ان دي anterior ولا middle ولا posterior ده الكلام ده على مستوى الPA لان على مستوى اللاترال انا سهل ان انا هقدر اقول اذا كان ده انتيرول ولا ميدل ولا بستيرول لكن الكروز دي كلها تساعدني في الايه في الPA طيب ادي اول واحد فيهم اللي هو السيرفايكوسوراسيكسين سيرفايكوسوراسيكسين يعني ايه انا عند الانتيرول ميدسطاينم بينتهي عند الكلافكل لكن البستيرول ميدسطاينم بيكمل فوق زي ما احنا بنشوف في اللاترال كده يا جماعة دي واضحة اكتر في اللاترال بيون بوستيرو ميديستاينام بينتهي فوق كده لكن الانتيرور بينتهي تحت لان الذي نزل بالشكل ده الصورة اللي احنا بنشوفها في allateral زي الصورة دي كده اهي الصورة دي ادي الانتيرور واذي البوستيرور البوستير بينتهي فوق شوية لكن الانتيرور بينتهي تحت هنا عند ال Level بتاع الكلافات ماشي اهو زي هنا كده الانتيوري ينتهي هنا لكن البوستيري ينتهي فوق طيب وبالتالي يبقى انا عندي لو فيه ميدياستينا الماس الابر مارشن بتاعها انتهى عند الكلافكل ده بسميه بوزتف سيرفايكو سوراسيك ساين يعني معنى كده ان هي موجودة في الانتيوري ميدياستينا يعني هي احترمت وجود الكلافكل وراحت وقفة لان هي دي حدود الانتيوري ميدياستينا الماس ليجن اللي هي جاية الميدياستينا الماس اللي هو الاكستيندينج اباف الكلافكل يبقى دي غالبا في البوستير ميدياستينا او ريرلي في الميدل ميدياستينا ماشي كده ودي بنسميه ايه نيجاتيب سيرفايكو سوراسيك ساين طيب زي الصورة اللي احنا شايفينها دي انا عندي ميدياستينا الماس اهو فيه وايدنينج في الميدياستينا بماس ليجن وجات عند الكلافكال وقفت زي الصورة اللي احنا شايفينها دي قادل ماسة هي وقادل الكلافكال وقفت ما طلعتش فوق شفناها في اللاترة طلعت فين طلعت في الانتيريور ميديا ستاين يبقى ده اسمه ايه بوزتف سيروفايكو سوراسيك ساي طيب على عكس الماس ليجن دي عملت ايه ما احترمتش وجود الكلافكال وراح اتطلع فوق مدام طلعت فوق يبقى دي بوزتيريور وطلعت ايه في اللاترال طلعت في البوزتيريور ميديا ستاين يبقى دي بنسميها ايه نيجاتيف سيروفايكو سوراسيك ساين يبقى دي اول حاجة تقدر تساعدني اللي هو ان انا بوزة عند الكلافكال واشوف الماس دي طلع فوقها ولا وقف عندها ماشي ادي اول حاجة تقدر تعمل ايه لوكالايتش الماس اللي احنا شايفينها دي يا شباب خلاص حدودها ايه يعني هي انتيريور ولا بوزتيريور دي اخرها انتهت عند الكلافكال ادي الكلافكال اهو و ادي الكفالي Or Aspect بتاع الليجن خلص عند الكلافك. ليبقى دي انتيرور ميديستينام احترمت وجود الكلافك ماشي فدى ايه ده انتيرور ميديستينام طيب الماث ليجن الي انت شايفها دي الميديستينام الماث دي اللي ما احترمتش وجود الكلافك دا وطلعت فوق دي ايه غالبا بوستيرور ميديستينام زي ما احنا شوفنا كده فيLrannine طلعت فيبوستيرور ميديستينام طيب ادي اول حاجة اللي هو الايه والحاجة اللي احنا قلنا عليه من شوية الحاجة التانية اللي هو البرة التراكية للسترايب انا عندي التراكية دي فيها هوا من جوا وليها وول متكون عامل زي صوفتشو وجنب التراكية هنا فيه الاير الموجود في اللانج الاير صوفتشو انترفيس اللي انت شايفه ده اللي هو الانترفيس اللي هو بين التراكية وبين الاير الموجود في اللانج المفروض يكون واضح كده لما تلاقيه اوبليتريتد زي الصورة دي كده يعني الصوفتشو بتاع التراكية والاير اللي جنبه لا بقى اوبليتريتد يبقى ده غالبا فيه حاجة هنا والحاجة اللي هي الكومن اللي بتيجي هنا الجويتر ريتروستيرنال جويتر والمدياستاينال لينفينوتز ودول طبعا مين اللي بيبقوا في الانتيرور او في الميدل مدياستاينال طيب فيه حاجة تانية برضو من الحاجات اللي ساعدني نفرق يعني تولوكالايز الماس المدياستاينال الماس حاجة اسمها هايلام اوفرلي ساين هايلام اوفرلي ساين يعني انا عندي البالموناري فيسلز اللي هما اللي موجودين دول اه دول طبعا موجودين جنب الحارت في الصورة البي ايه لما يبقى فيه انتيرور او فيه ماس ليجن انا شايف البالموناري فيسلز من خلالهم يعني من خلال الماس ديه يبقى الماس ديه في الانتيرور مدياستاينال لو هي في الميدل او في البستير مدياستاينال مش اقدر اشوف البالموناري فيسلز او كانت هي هتبقى موجودة جنبهم طيب زي الصورة دي ادي ماس ليجن مدياستاينال ماس ليجن ساعدني برضو حاجة اسمها سوراكو ابدومنال ساين. سوراكو ابدومنال ساين يعني ايه? انا عندي اللانج يا جماعة مش بتنتهي عند الريت كوب اللا بتاعت دايفرام. اللانج بتنتهي تحت شوية. لكن زي ما انا شايف في الصورة اللاترال دي اللي انا هوريها لكم. فهيت. بص على الصورة اللاترال دي. ده ادي اللانج هنا. ماشي? اللانج يعني انا لو خط هنا كده ادي الكوبلة بتاعت دايفرام اهو. ماشي? فيه فيه لانج تحتها. يعني معنى كده ان اللانج دي ما انتهتش عند الكوبلة. فيه لانج تحتها. وبالتالي ده فكرة الايه? السوراكو ابدومنال ساين. ان انا لو لقيت اه ليجن اه اي ليجن سواء هو برموناري او ميديستاينة. الانفير مارجن بتاعته انا قادر اشوفها تحت الديافراجمات الكوبلة. يبقى ده في ال بستيريش موجود تحت بستيريور. اللي هو الجزء اللي اللي ورا الديافراجمات الكوبلة. اللي باين في اللاترال اللي انا قلته من شوية. لكن الحاجة اللي تنتهي اقدر اشوف حدودها كلها تماما فوق الديافراجمات الكوبلة. دي غالبا في الايه في الانتيريش زي الصورة دي كده يا جماعة. شايفين دي اهو. شايفين الليجن ده? الليجن ده فين? ادي الريت ده في راجمات الكوبلة اهو. الليجن ده انا شايف حدوده بعد الديافراجمات الكوبلة. يبقى معنى كده ان ده ايه? ده بستيريور. لان اللي نازل بعد الديافراجمات الكوبلة ده لكن خلص فوق هنا. ماشي كده? الانتيريش اهو يا جماعة اللي باين في اللاترال اهو. خلاص اهو. لما نجي في الانتيرو تشيست اهو. هادي الصورة اللاترال. شايف الانتيرو تشيست? فوق اعلى من البوستيرو. الانتيرو تشيست خلص بدري لكن البوستيرو مكمل تحت هنا اهو. ماشي? طيب. يبقى ده اسمه سراكو اب دومنال ساين. يبقى اللي انت تشوف حدوده ممتدة اه تحت الدوم بتاع الدفرام. يبقى ده في البوستيرو تشاست. الحاجة الاخيرة حاجة اسمها بارا سباين اللاين. انت لما تيجي تشوف الخط اللي نازل ده حوالي جنب السباين تلاقي فيه خط مرسوم كده. لما تلاقي ليه يعني حاجة خرجت منه كده. يبقى دي غالبا ايه? حاجة في البوستيرو ميدياستاين. ودي الحاجة المهمة جدا اللي تاخدوا بالكم منها. لان فيه حاجات كتير جدا بتنزل في الامتحانات بهذا الشكل. يعني انت تبص على اللانج تلاقيها نورمل. الهارت تلاقيه نورمل. ميدياستاين امتلاق وعينك مش لقطة اي حاجة. خلاص بص على اللاين ده. لو لقيت فيه دسرابشن هنا كده. ممكن تكون بقى نيوروجينيك تيومرز مش عارف ايه. يعني بيبقى هو ده الكلوه الاساسي بتاعه. اللي هو البارا سباين اللاين. ده تالي سؤال جاوبنا عليه. يعني هي موجودة ايه. بمجموعة الكلوهز اللي احنا قلنا. الحاجة اللي بعد كده عايزين نعرف هي ايه بقى. النيتشر بتاع الماس ده ايه. دي تيراتومة ولا سيمومة ولا ايه بالزرط? دي الحاجات الكومن اا ميدياستينا الماس. الحاجات اللي تيجي في الانتيرور ميدياستينا الماس رقم واحد السيمومة. رقم اثنين الليمفومة. في الادلت السيمومة ثم الليمفومة. وفي الاطفال الليمفومة. وبعدين الحاجات دي كلها ما هيش يعني التراتومة والجويتر والكلامة هنجمع برضو الميدياستينا الماسس تاني دلوقتي يا جماعة الحاجة الكومن اللي تيجي في الميدياستينا الماس اللي هو الايه الليمفادينوباسي وفيه شوية حاجات تانين برضو هنجمعه الحاجة الكومن اللي تيجي في البوستيرور اللي هم وطبعا فيه وشوية حاجات تانية كده هنقول الحاجة اللي تيجي في السوبيورور الميدياستينا اللي قلنا عليه من شوية اللي هو الايه السايرويد جويتر طيب هذه الحاجات الكومن في الميديستينا الماس الأنتير ميديستينا رقم واحد فيه السايمومة ده في الأدلت في الأدلت برضو رقم اثنين الليمفومة في الأطفال رقم واحد الليمفومة في الأنتير ميديستينا الميدل ميديستينا الليمفومة سواء هنا أو هنا في الأطفال أو في الكبار البستير ميديستينا النيوروجينك تيومرز هي رقم واحد وبالتالي أنت تقدر تتوقع يعني الماثل الموجودة في الأنتيور ميدياستينام أحسن ولا اللي موجودة في البوستير ميدياستينام طبعا موجودة في البوستير ميدياستينام أحسن لأن موستلي أن هي هتبقى بين عين لأن أنا عندي معظم البوستير ميدياستينام ماثل نيوروجينيك تيومر ومعظم النيوروجينيك تيومر بين عين الماثل ميدياستينام حوالي 30% ماليجنت لأن معظمهم لينفوم لكن في الانتيور ميدياستينام حوالي 60% هيطلعوا ماليجننت لقيين الموستو كومان حاكتين ماليجننت سايموما والنفوم ماشي كده يا جماعة يبقى انا عندي الانتيور ميدياستينامس اقلق منها اكتر هنتكلم على كل كومبارتمنت الوحده بالماسز الموجودة فيه الوحدها وبعدين نبتدي نقول نجمع في النهاية الكاركتريستيك فيتشارز بتاع كل حاجة يعني لما نشوف ميدياستينامس ايه الكلوز اللي تساعدني ان انا اقول دي كذا او كذا وفي النهاية برضو هنقول ايه الحاجات اللي هي الكمان ميدياستينامس في البيدياتريك ايج جروب دول الانتيور ميدياستينام انا بفكركم تاني بالستراكشارز الموجودة السايمس الليمفنونز الفات الاسسيندينجاورت اللي هما الحاجات دي وبالتالي الماسز كامل لي ان هي هتبقى طالعة من الايه من السايمس جيلاند السايمس جيلاند هيطلع منها سايمومة ويطلع منها شوية حاجات تانية هنقول عليهم سايمولايبومة وسيس وخايبربليزيا والكلام رقم اثنين الليمفومة رقم ثلاثة الجويتر وفيه اللي هو المجموعة اللي بتيجي في الكارديوفرينيك انجل اللي هما بريكارديا الماسز الفات بات والهيرنيا والبريكارديا السيست دول اللي هما بيجوا في الكارديوفرينيك انجل طيب هنشوف الكلام ده دلوقتي يا جماعة نتكلم على اول واحدة اللي هي الموستو كومان انتير ميدياستينا الماسز اللي هي السايمومة ده الاجي بتاعها ودي الاسوشيشنز ان هي خمسة وتلاتين في المية من حالات السايمومة بيبقى عندهم مايسينيا جريفز وبرضو الابلاستيكانيميا نص العينين بتقول الابلاستيكانيميا بيبقوا ايه معاهم ايه سايمومة طيب السايمومة هتباني ازاي في البلينكس رئي هيبقى ليها تلات اشكال فيه شكل هيبقى مميز ليها وفيه شكل مش هيبقى مميز ليها وهنقول لكم الحاجات دي دلوقتي الشكل المميز ليها اللي انت تخليك تشك اكتر ان دي سايمومة ان يبقى فيه واحد ادلت ويبقى فيه yonilateral middyosteinium mass في مكان السايماث جيلاند خلاص ادي ايه اول حاجة وتلاقي فيها calcification هنا طبعا الصورة اللي احنا شايفنها مش واضح فيها calcification لما نعمل lateral view يبقى الميدي�anium mass اللي احنا شفناها ده فى الانتيريو الميديستينا اللي احنا شايفين هده يا جماعة ماشي هدي الايه الميدياستاين الماس طيب طلعت ايه في السيتي طلعت ماس في الانتيرو الميدياستاينم لان هي بريفاسكولاريهية اللي احنا قلناها من شوية وفيها كالسيفيكيشن هي جمعة وده طبعا واحد قدلت يبقى ده غالبا سايموما واحنا قلنا غالبا عشان هي الموستو كومن وعشان فيها الفيتشارز بتاع السايموما اللي هو الكالسيفيكيشن والمكان بتاعها في الليه علاقة بالسايمس جيلاند طيب السايموما ساعات تبقى ايه انفيزف سايموما ودي ممكن تعمل انفيزن للأجيسن ستركشارز وممكن يبقى فيها بلورال ديبوزتز وتعمل انفيزن للأجيس تركشارز وتكستند الناحية التانية من الميدياستاينم وطبعا الامر والبيتسي تي يعني بيساعدون شوية في القصة دي ساعات السايموما مبقى لهذا الشكل مميز يعني ادي ميدياستاينم ماس ليجن واحنا قلنا ميدياستاينم ليه عشان الحاجة في السنترل والحاجة التانية عاملة اوبتيوز انجل مع الايه مع اللاند طيب دي موجودة فين في الانتير ولا في الميدل ولا في البوستيريور دي ادل هايلر فيسلز اهو ادل برمونر فيسلز انا قادر اشوفهم من خلال الماز دي يبقى الهايلر اوفرليي سايم بوزتف يبقى معنى كده ان الماز دي موجودة في الانتير الميدياستاينم لما انا عملت لها سي تي طلعت فعلا بريفاسكرر وموجودة في الانتير ميدياستاينم زي ما انا شايف كده خلاص بس مفيش فيها كالسفكيشن وهي فيها صوفتيشو وممكن تبقى حتة انهانسد وحتة مش انهانسد يعني مفيش بقى كاراكتريستيك فيتشار لكن لو لقيت فيها كالسفكيشن وهي انتير ميدياستاين الماز واحد قطلت كنت اقول غالبا سايمون لكن انا مش لاقي كالسفكيشن فدي الصورة التانية انه هو ما تبقاش ما يبقى لهاش كاراكتريستيك فيتشارز اهو طيب ادي ماس ليجن برضه يا جماعة خلاص اهو ميرجنج مع الميدياستاينم الاستراكشات ودي انتير ولا ميدل ولا بستيرر اهو دي جاي فوق الهايلم وانا قادر اشوف البلموناري فيسلز من خلالها يبقى دي انتير الميدياستاين الماز طلعت فعلا في الانتير ميدياستاينم طيب دي تطلع ايه لا فيها كالسفكيشن ولا فيها حاجة انا في الحالات دي لو انا ما عنديش كاراكتريستيك فيتشارز اللي احنا هنقولهم بعد شوية اللي هما التيراتومة والهيرنية والحاجات دي كل الحاجات دي ليهم كاراكتريستيك فيتشارز هنعرفهم لو انا ما لو انا عندي ميدياستاين الماز زي اللي قدامي دي ما هياش ماشية تيراتومة ولا ماشية هيرنية ولا ماشية ما هياش فيها فيتشارز لأذر ميدياستاين المازز احط البوسيبوليتي بتاع الصايموما رقم واحد ليه لان هي دي الموستو كومن انتيراتي ميدياستاين المازز في الأدلت ماشية يا شباب وطبعا البيوبسي هي اللي هتحكم الكلام ده وتشخص للكلام ادي اول حاجة بتطلع من السايموس اللي هو السايموم تاني حاجة السايمولايبوم دي نفس الكلام اللي احنا قلناها على السايمومة بس فيها فات كومبونت اللي هي الايه السايمولايبوم يعني انا عندي صورة زي دي ادي ماس ليجن موجودة في الميدياستاينم وطبعا هنقول في الانتيور ميدياستاينم لان هي اوفيرليي الهايلم وانا شايف البلموناري فيسلز من خلالها وموجودة في منطقة السايموس جيلاند وفيها فات كومبونت يعني مش واضح اوي طبعا انت مش هتشوفه هنا في البلينكس ليه لكن لو انت تقارن الدينستي بتاعت الماس دي بالدينستي بتاعت الهارت هتلاقيها مقفية كده يعني احتمال يكون فيها فات كومبونت لما عملنا سي تي طلعت ان دي انتيرور ميدياستاين الماس زي ما احنا شايفين كده وفيها فات كومبونت اللي انت شايفه ده بس فيها حاجة مهمة جدا 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 ناخد بالنا منها اللي هي الايه الصولد ايريز اللي انت شايفه دي والصولد ايريز دي اهميتها ان هي هتفرق اللي هو الصايمولايبومة من البريكار دي الفات باد اللي انا هقولها بعد شوية ماشي يا شباب الفات باد هتبقى فيها فات بس لكن مفيش فيها صفت شو كومبونت لكن اللي بيبقى فيها صفت شو كومبونت اللي هي الصايمولايبومة اللي هي الحاجات اللي موجودة دي ماشي دي طبعا وفي مكان السايمس جيلاند وكل الفيتشارز دي الامة ار طبعا لما نعمل فات سابريشن يوضح طبعا الفات كونتنت والكلام ده كله ويورينا برضو اللي هو اللي ايه الصولد كومبوننت الحاجات اللي بعد كده اللي هي بتطلع من السايمس برضو اللي هو اللي ايه الصايم اكسست يعني تبقى ميديا ساين الماس زي ما احنا شايفين كده يوني لاترال في مكان السايمس والدينست بتاعتها قليلة شايفين قليلة كومبيرد بالهارت يعني معنى كده ان فيها فلاوت يبقى ممكن تكون وفي السي تي طلعت ان هي سيستك ماس فالسايم اكسست تظهر بهذا الشكل زي ما احنا شايفينها برضو كده دي صورة تانية ليها ادي ماس ليجن موجودة في مكان السايمس وبعدين الدينست بتاعتها قليلة خالص فانت خالص يعني احتمال يكون فيها فلاوت وده اللي طلع في الايه في الرنين ماشي ده اللي هو الايه الصايمك سست الحاجة اللي بعد كده اللي هو الصايمك هايبربيليزيا الصايمك هايبربيليزيا ممكن تبقى في شكلين يحصل ترو هايبربيليزيا يلينفويد هايبربيليزيا الترو هايبربيليزيا ده معناه ان السايمس زادت حوالي خمسين في المية من الفوليم بتاعه وده بتحصل في حاجات معينة في حالات الاسترس خصوصا الاطفال الصغيرين دي قوما بنشوفها في الاطفال الصغيرين اللي عندهم نيمونيا او بياخد كورتيكوستيرويدز او اي حاجة او بياخد كيمو سيرابي او فيه سيفير بيرنس او كده تلاقي الصايمس كبرت ممكن وان لوب بتاعها يكبر ممكن التو لوبس يكبروا لكن تفضل محتفظة بالشكل بتاعها وده بنسميه ترو هايبربيليزيا والحاجات دي تشوفها انت في البرينكس ري بهذا الشكل يعني تلاقي الجيلاند كبيرة وتلاقيها فيها سيمترية يعني محتفظة بالشكل بتاعها وممكن تبقى وان لوب او البوس لوبس وليها سموس كونتور وما فيش فيها كالسيفيكيشن ولا اي حاجة وبعدين تسأل الام تقولك او ده كان الولد ده عنده مش عارف ايه ان التهاب من اسبوعين يبقى انت عارف ان ده ريباوند هايبربيليزيا نتيجة الايه الاستريس اللي هو وجود الايه النيوموني ففي الحالات اللي زي كده تقول ان فيه برومننت سايمس جيلاند يعني توصف تقول فيه رايت بارا تراكيل وبارا هايلر سوف تشوف مكان السايمس جيلاند في الحالات دي ما تقعدش تدور على باثولوجي ماشي لان انت سألت في الهيستوري لا ده كان عنده نيمونيا بقى ده لما انت هتعمل للولد ده فلعب كمان شهر ولا حاجة هتلاقي السوفتشو بتاع السايمس الكبيرة ده اختفى فانت ما تعملش ايه مشكلة بدون ايه بدون ده ده ادي اول نوع من انواع الهايبربيليزيا النوع التاني ان يحصل فيها الامفويد هايبربيليزيا ده في حالات الميسينيا جريفز السايمي كلوبس الروماطايد السكليورو ديرما وتلاقي السايمس بهذا الشكل بقت انلارشد البوس لوبس وبقت لبيوليتد بهذا الشكل وليها سموس كونتور وما فيش فيها كالسفكيشن ما فيش فيها حاجة ما فيش فيها ديفنت ليجان يعني وتسأل بقى تلاقي دي طبعا العيان ده عنده مايسينيا جريفز او عنده اي حاجة فتعرف ان ده حصل ايه الامفويد هايبربيليزيا في الايه في السايمس جيلاند ساعات يحصل صايمة لينفوما السايمس برضو من المكان اللي يحصل فيها وتبقى لبيوليتد صوفتيشو ماسس كده بايلاترال في مكان الايه السايمس جيلاند طيب الحاجة اللي بعد كده خلصنا من الليجانز اللي بتيجي في السايمس واهم حاجة تبقى انت عارف السايموما هي دي اللي على رأسهم والسايمو اللي يقوم على اساس ان فيها فات كومبوننت والريباوند اللارج منت بتاع السايمس اللي بيحصل في الاطفال الصغارين تبقى كوشوس وانت بتكتب التقارير اللي بالشكل ده عشان ما تقولش فيه باثولوجي وتكبر الموضوع وهو هتختفي في الفلوعب الحاجة اللي بعد كده اللي بتيجي في الانتير ميدياستينم اللي هو الريتروستيرنال جويتر واكتر حاجة تعمل ريتروستيرنال اكستنشن اللي هو النوديولر جويتر مش الديفيوز جويتر الديفيوز جويتر رير يا جماعة لما يكستند ريتروستيرنال وده طبعا احنا عارفين الريتروستيرنال اكستنشن احد الانديكيشن للسيرويد سيرجري وبالتالي نهتم ان احنا نعمل لهم CT او نعمل لهم MR الحاجة اللي في البلينكس ري اللي هتخليك تشك ان ده ريترو ستيرنال جويتر الحاجة الاساسية اللي هو تراكيال ديسبلاسمنت تاني حاجة اللوكيشن بتاع الماس اللي هو موجود في السوبير ميدياستاينم وعمل تراكيال ديسبلاسمنت وتلاقي الصفتيشو ماس الموجودة دي انكنتينيوتي مع ماس تانية موجودة في اللور نيك وبالتالي تطلع انت في اللور نيك اهوت تلاقي ده صورة اهوت قادي التراكيال مزقوقة النحيا دي وقادي ماس ليجن موجودة في السوبير ميدياستاينم والماس دي انكنتينيوتي مع ماس موجودة في اللور نيك دي طبعا بين فير كليل في صور الرنين اللي احنا شايفينها ودي من الحاجات المهمة جدا اللي احنا قلنا برضو من الحاجات اللي بتعمل الباراتراكيالسترايب اهو فين فين الهواء هادي الهواء بتاع اللونج اللي جنب التراكيال التراكيال زقت وحصل اللي هو الاي الصوفتشو اللي جنبها ده فعمل ابلتريشن للايه للباراتراكيالسترايب ماشي يا جماعة طيب لما انت تيجي وانت بتعمل سي تي وتاخد مقاطع ويظهر لك ماس ليجن فالانتيرو الميدياستاينم وتلاقي الماز دي زقت تراكيال بهذا الشكل وممكن يبقى فيها وممكن يبقى فيها وهذا الشكل اطلع خود مقاطع على يعني على يعني لو الفن مش واخد مقاطع من فوق مش جايب السيرويد معاه خليه يجيب السيرويد عشان تشوف علاقة الماس اللي انت شايفه دي بالسيرويد ايه يعني عشان ان الحاجة اللي انت شايفه دي يعني ناخد بالنا من الكلام دي يا جماعة ده حاجة او تيكنيكال يعني الحاجة اللي بتيجي رقم اتنين اللي بيجي بقى في الانتيرو الميدياستاينم غير السيمومة اللي هو الليمفومة وده طبعا الموستقومة في الاطفال في خمسين في المية وفي الكبار دي بتيجي رقم اتنين بعد الايه بعد السيمومة ممكن تبقى حاجة وممكن تبقى نان حاجة آآ الليمفومة من الفيتشارز بتاعت الليمفومة انها كبيرة بس على الفاضي تلاقي فيه بايلاترال ميدياستاينم ومش عامل اي حاجة لزقة فيسلز ولا عامل ام فيجن لحاجة ولا اي حاجة زي ما احنا شايفين كده وممكن يبقى معها شوية بالورال افيوجن ادي صوفتيشو ماسلز والفيسلز محترمة الفيسلز اللي موجودة لزقة حاجة ولا عامل اي حاجة وممكن وفي معظم الاحوال يتاخد ميلد انهانسمنت يا ما تاخدش انهانسمنت ده زي الصورة اللي احنا شايفينها دي يا جماعة لبيوليتد ماس زهيت وشايفين الفيسلز عاملين ازاي لمزققين ولا انفلتريتد ولا فيهم اي مشكلة البيتسي تي طبعا بيفيدنا في الحاجات دي زي ما قلنا بيعمل انيشيال ستيتشنج وبنشوف بعد ما العينين دول نعمل لهم اي اساس من بعدها يبقى دي اللي هو الل�� bun من الحاجات اللي بتييجي في الانتيول ميدياستاين مقلنا الجيرمي самые الزيوما اللي هما زي التيراتوما والسمينومة والنسمينومة الجيرمي kenn philosophy اشهرهم طبعا التيراتوما والتراتوما فيها منها نوعين اللي هو الماتيور واللي فيه ماليجنا ال noises الذي هو الالماتيور توتيور احد الانواع بتاعته. وانا عندي الاماتيور تراتوما بتمثل 40% من التراتوما ودي اللي هي الـ most common. وفيه من الحاجات الماليجننت برضو تراتو كارسينوما او تراتوما وزماليجننترانسفورميشن وفيه تراتو ساركوما كمان يعني برضو بس من الحاجات اللي هو الـ very rare. لو كلمنا على التراتوما كأحد الجيرمي سيلتيومرز. انا عارف الجيرمي سيلتيومرز الارجن بتاعهم بيطلعهم من الجونت. والميليستينام ده ده المكان التاني بتاعهم يعني بيبقوا موجودين في الميليستينام في حوالي 4% من الحالات بتاع الجيرمي سيلتيومرز. دول بيطلعوا من الـ فيهم الـ elements بتاع الـ 3 embryological layers اللي هو الاكتو ديرم. الاكتو ديرم هيبقى عيديني hair او skin out teeth. الميزو ديرم هيبقى فيه cartilage او bone متциلز الرانده ديرم هيبقى فيه أبيسيلياميوكاس جيلانز و ممكن يبقى فيها كنبولنطس بتاع الـ 2 layers بس. مش لازم الـ 3 layers ازي ما احنا شايفين كان. од denote with calcificationoon وفيها fat component anders component الى soft tissue component الى هما اللي ايه الحاجات اللي موجودة من الليرز دي كلها التراتومة بتيجي في two ages الage اللي هو الادلس بتيجي من 20 ل 30 وفي الاطفال الصغيرين ممكن تيجي اقل من سنة ونأخذ بالنا ان التراتومة احد اللي هو الكومن ميدياستاين اللي بتيجي في الاطفال لان احنا بعد كده هنجمع الحاجات اللي هي الكومن اللي بتيجي في الاطفال التراتومة احدهم بالنسبة للماتيور تراتومة مش شرط تيجي في الميل او في ميلز اكتر لكن الاماتيور تراتومة يعني almost بتحصل في الايه في الميلز دي طبعا الماتيور تراتومة اللي انتوا شايفينها دي الحنينة الجميلة اللي هي وفيها وفاة وفيها حت الصوف تشوف فيها كالسيكيشن او او غيره لكن دي اللي هو الايه الاماتيور تراتومة اللي احنا هنقول الايه الفيتشارز بتاعتها دلوقتي في البلينكس ري الماتيور تراتومة اللي هي الحنينة الجميلة تظهر كانتيرو الميدياستين زي ما احنا شايفين كده دي انت شايف الفيسلز من خلالها تاني حاجة فيها كالسيكيشن اللي انت شايفه ده ولما احنا عملنا سي تي طلع المنظر اللي احنا شايفينه ده خلاص فيها كالسيكيشن وفيها فات كومبوننت وفيه صوفتيشو كومبوننت صغير دي اللي هي الايه الماتيور تراتومة وساعات لو انت لقيت فيها فات في لود ليفل ده دايجنوستيك وده بنشوفه اكتر في الايه في الامة ار ماشي طيب اه ساعات التراتومة تبان كسيسيكليجن يعني ما تبقاش طالعه من الثلاثة ليرز الامبريولوجيكال ليرز اللي احنا قلنا عليه فاتبان كسيسيكليجن زي اللي احنا شايفينه ده قادم اليسطين الماس اه وطبعا وطلع السيستيك وفيها مارجنال كالسيكيشن ساعات هي تطلع بهذا الشكل بتبقى اللي هي الايه الماتيور سيستيك تراتومة بس ده طبعا الشكل الكومن بتاعها يا جماعة ان انت تشوف الكمبوننت بتاع الثلاثة ليرز طيب الماليجنانت تراتومة او الاماتيور تراتومة هتبان ازاي هتبان الاول هتلاقي الصوفتيشو كومبوننت اكتر من الفاتي كومبوننت زي الصورة دي شايف الفاتي كومبوننت تأديه كل ده صوفتيشو كومبوننت تاني حاجة ان هي تعمل لوكال انفجن يعني تعمل انفجن مديستينا لستركشار زي اللي حواليها زي ما انت شايف كده وقادي طبعا واصلة للايه لكل تشيست وال تالت حاجة تلاقيها عاملة ودي حاجة من الحاجات المهمة جدا هي زق المديستينا من ناحية التانية عاملة كونترا لاترا المديستينا لشافت وممكن تلاقي بقى الامفنوز وممكن تلاقي متاسس بس دي الحاجات الفيتشارز وطبعا المارجن بتاها برضو من الحاجات المهمة لو احنا جينا نبص للصورة دي هنلاقي شايف الفات كونتين تأديه وشايف الصورة كومبوننت تأديه دي طبعا شوية كاتسكيشن وشايف عاملة بتاع البالمونري فيسلز بهذا الشكل يعني عاملة وطبعا المارجن بتاها انت مش قادر تحدد وده وصلت للايه للتشيست والم انتش قادر يعني ما هياش لها ويل ديفايند سموث مارجن دي الفيتشارز بتاعت الماليجنان فيتشارز بتاعت الايه الليمفوم يبقى انت لما تشو بتاعت الاماتيور تيراتوم لما انت تشوف تيراتومة يبقى انت تبص على ايه بقى تشوف الأول هل الصفتي شو كومبوننت الأكتر ولا الفاتي كومبوننت ادي رقم واحد رقم اثنين هي عاملة لوكال انفيجن زي الصورة اللي انت شايفة دي ولا لا رقم تلاتة هي زق المديستينة من ناحية التانية ولا لا رقم تلاتة المارجن اللي هي اللي انت ما انتش قادر تحددها من هنا رقم اربعة هل هي السوشيت المعلن في نوز او متاسس في ايه في حتة اخرى او لا اهمية طبعا الكلام ده ان انت تتفرق الماتيور من الاماتيور تيراتومة ان دي لها مانجمنت اللي هي الماتيور تيراتومة دو بيعملولها سيرجيكال إكسجن لكن الاماتيور تيراتومة او اول ما يشقوا في ماليقنيا انت كومبوننت يعملوا ممكن يعمل كيمو سيرابي قبل ما يعمل لها سيرجيكال اكسجن وممكن بعد ما بيعمل لها سيرجيكال اكسجن بيشوف الليفل بتاع الألفا فيتو بروتين والبيتا هيومان كوريوني جونادو تروفين يشوف انهم هم يعمل كيمو سيرابي بوست سيرجيكال اكسجن للايه للتيراتوم ماشي لي يا جماعة لان انا عندي اللي هو monsieur tyrams وبتاع تيراتومة بيطلع بما banking اللي هم الالفا فييتو بروتين والبيتا هيومان كوريوني جونادو تروفين ودول بيستخدموهم بعد التيراتativo بتاع المالز دي كما يجعت عندك في الامجين بتقول ان غالبا تيراتومة يروحوا هم يعمن له الالفا التي هذا البيتا هيومان كورينان جونادو تروفين لو لقوهم عليين غالباً ده بيبقى ماشي مع كلام الامجنج فيبتدي يشك ان دي ماتيور تيراتوما ويبتدي يعمل لها المانجمنت اللي احنا ايه قلناه طيب ده تيراتوما فيهم اللي هما ننص منهم تشجير مثل تيومرز ودول مالهمش كاركتوريستيك فيتشار دول انتيرو الميديستينا الماسس مالهمش حاجة مميزة ليهم الحاجة اللي هما احنا هنا اعرف تشخيصهم بالبيوبسي بس لما يتاخد منهم بيوبسي هنفاجأ ان هو بيقول لي ايه ده دي ننص منهم تشجير مثل تيومر طيب ادي اللي هي المجموعة الاولانية اللي احنا قلناها الانتيرو الميديستينا الماسس المجموعة التانية من الانتيرو الميديستينا الماسس الماسس اللي بتيجي في الكارديوفرينيك انجر اللي هنا واحنا قلنا تلاتة اول حاجة المرجاجني هيرنيا والبريكارديا السيست والبريكارديا الفاتبات لما تلاقي الماسس اللي موجودة هنا دي فيها شوية هوا كده زي ما انت شايف كده بقى دول خالبا باول لوبس يعني دي هيرنيا زي اللي انت شايف في اللاترال دي اهو طلعوا كلهم باول لوبس وده طبعا موجودة في الانتيرو الميديستينا زيز امورجاجني هيرنيا طيب لما انت تلاقي الماسس اللي الموجودة في الكارديوفرينيك انجل دي هوموجينيس بالشكل ده كده وما فيش فيها اه جاز وما فيش فيها حاجات تشككك ان فيه باول لوبس يبقى غالبا دي بريكارديا السيست او فاتبات بريكارديا السيست تلاقي الدينس بتاعتها زي قريبة من الهارت بالظبط زي ما انت شايف كده وزي ما طلعت في السي تي ان اللي بواها ده ايه فلاوت طيب لما ادي كارديوفرينيك انجل برضو ماس بس شايفين الدينست بتاعتها قليلة يعني لما تقارنها بالحاجات الفلود الموجودة في الهارت البلوت تلاقي دي ايه الدينست قليلة بقى دي غالبا فات وده اللي طالع في الايه في السي تي يعني ده ايه بريكارديا الفاتبات طول التلات حاجات اللي يجوا في الايه في الكارديوفرينيك انجل ناخد بالنا ان هنا في البريكارديا الفاتبات هي بيور فات يا جماعة مفيش فيها صولد كومبوننت عشان تفرقها من ايه اللي احنا ايلينها من شوية من الصيمولايبومة الصيمولايبومة قلنا هيبقى فيها فات كومبوننت بس هيبقى فيها ايه صولد كومبوننت طيب خلصنا كده من الايه المجموعة بتاع الانتيور ميدياستينا الماس الميدياستينا نرجع للايه للاناتومي الحاجات الموجودة قلنا ليمفنودز وتركية وخارد والايه والاورتك ارش طيب ادي الحاجات اللي هتطلع منهم رقم واحد الليمفنودز الليمفادينوباس اللي هي الليمفوما البرونكوجينيكسس والحاجات اللي طالع من التركية والكاردياك والفاسكولر اللي هيطلع من الايه الاورتك ارش ادي الليمفنودز ممكن تشوفهم بايه بالشكل ده هو القليل يعني اللي هو الليست كومن ان انت تلاقيهم عاملين باراتراكية الاسترايب اللي انت شايفه ده فتطلع دي باراتراكية لكن ده اللي هو الموست كومن ان انت تلاقي بايلاترال ميديا ستاين الماسز وممكن تبقى لبيوليتد بهذا الشكل دول يطلعوا ايه الليمفنودز اللي هو الليمفوم وطبعا بيحترموا الفيسل اللي حواليهم وما عندهمش اي مشكلة وما يخد وفي معظم الاحوال ما يخدوش انهانسمنت او يخدو مينمال انهانسمنت وممكن تلاقي معهم اصوشيتد حاجات ابدومن الليمفادينوباسي سبيلين كبير فوكالليجنس في السبيلين وخلافه طيب يبقى انت لما تلاقي بايلاترال ميديا ستاين الماسز بالشكل ده اكتر حاجة نفكر فيها السيمومة ولا الليمفومة ولا الجيرمي سيلتيومورز اكتر حاجة نفكر فيها الليمفومة لان زي ما احنا شايفين كده السيمومة غالبا بتطلع يونيلاترال من ناحية واحدة والجيرمي سيلتيومورز برضو موسط اللي بتبقى يونيلاترال ايه تيومور اهو دي طلعت ايه طلعت الانفنوز على الناحيتين وادل فيسلز سايبة الفسلز في حالها وده اللي هي الليمفومة اللي بتعمل الحكاية دي الحاجة التانية بتاعت الميدل ميديا ستاينم اللي هو البرونكوجينيكسس دي بتبقى في مكان الكارينة او الكارينة او في الريد بارا تراكيه الريجون وبتبقى ميديا ستاينم ولما نعمل لها سي تي نلاقي لها ايه فلوود اتنوش يعني تطلع ايه سيستيك ماس الحاجات اللي طلعها من البوستير ميديا ستاينم مينلي بارا سباينر سوف تيشو رقم اثنين اوصوغس رقم ثلاثة دي الحاجات الموجودة اللي ستراكتر يبقى اللي جنز اللي هتطلع النيوروجينيك تيومورز الهيرنيا وده اسمها بوكداليك بي مع البوستيرو طلعها من البوستير ميديا ستاينم اللي طلعها من الانتيرو اسمها مورجاجني الاورتكانيوريزم الحاجات اللي طلعها من الاسوفيكس اللاترال منينجيو سيل اكستراميدالرهيماتو بييسيز وهكذا رقم واحد في البوستير ميديا ستاينم الماسيز النيوروجينيك تيومورز دول سبعين البريفرال نيروشيز تيومورز طالعين من الاسباينال او الانتركوستان نيرز وعلى رأسهم الشوانوم دي بتمثل خمسين في المية من النيوروجينيك تيومورز ممكن تبقى سوليتري ممكن تبقى مالتبول في حالات النيوروفيبروماتوزز ممكن تديني شكل جزء فيها انتراسباينال كومبوننت واكستراسباينال كومبوننت بتديني اللي هو دامبل الكونفجوريشن اللي احنا هنوره لكو دلوقتي وممكن يبقى فيها سيستيك اتشانج طيب انت هتشك في البوستيور ميدياستينال ماس ازاي لو هي تحت طلع تحت وراء الهارت والكلام ده يبقى تعمل ديسترابشن اللي انا قلتلك خلي بالك منه عشان فيه ناس كتير بيعملوا الحكاية دي خلاص دي بوستيور ميدياستينال ماس وبرا هنا مافيش اي حاجة وكده فدي غالبا بوستيور ميدياستينال ماس وتطلع نيوروجينيك تيومر في الاخر زي ما احنا شفنا كده في الايه في الراني اللي هي دي ماشي طيب او النيوروجينيك تيومر ياخد الشكل ده اللي هو جزء انترا سباينال وجزء اللي هو الايه الاكسترا سباينال ودي طبعا لان هي بتبقى طالع على الكورس بتاع النيرف روت وهو خارج من جوه طيب لو البوستيور ميدياستينال ماس مش تحت يعني مش مدارية مع الهارت والحاجات دي ولقيتها انت فوق يبقى هتلاقيها تبقى فوق الكلافكل يعني تبقى هنا كده وتعدي فوق الكلافكل برضو ممكن تبقى نيوروجينيك تيومر هيبقى التشخيص سهل شوية لان انت هتشوف الماس انما تحت هنا ورا الهارت مش هتقدر تشوف الماس الا لو انت حطت المسألة دي في ذهنك طيب طلعت ايه طلعت بوستير ميدياستينال ماس وطلعت نيروجينيك تيومر اللي هي موجودة فوق ناخد بالنا النيروجينيك تيومر زي في الاطفال تساوي او موصلي ان هي النيرو بلاستومة اللي لها الكاركتريستيك فيتشار بتاع الكالسفكيشن وصوفتيشو والمتاسس وكل الحاجات بتاعت النيورو بلاستوم الحاجة التانية اللي هو الاورت انيوريز اللي طالع من الديسسيندين اورت يعني تلاقيه ميرشنج مع الكنتور بتاعت الديسيندين اورت او لو انت جيت هنا كده دي مكان الديسيندين اورت نازل هنا حاجة يعني انكنتينيوتي معاه طالع وممكن يبقى معاه السرومتاس كالسفكيشن وهكذا فيطلع ايه في النهاية انيوريز زي ما انت شايف كده طالع من الديسيندين سوراسي اورت ممكن يبقى فيه كالسفايد بليكس ممكن يبقى فيه سرومباس وغيره الحاجة اللي بعد كده اللي تطلع من البستير ميدياستينا فوق لما عملنا اللاترة طالع في البستير ميدياستينا انت بقى ممكن تعمل بيريام وممكن تعمل سي تي وكده تشوف ايه هو ايه اللي طالع ده بالظبط البوكداليك هيرنيا دي احنا ممكن نشخصها انتينيتل يعني في انتينيتل اتراسان زي ما انت شايف كده ادي الاسباين ودي حاجة جاية في الاتشاست هنا ادي الهارت هوت ودي شكلها كلها اللي انت شايف دي وطبعا هي بوكداليك هيرنيا طيب من الحاجات المهمة برضو اللي الناس بيعملوها في الامتحانات برضو انهم يعملوا الحكاية دي يجيب لك فيلم انت ما انت شايف فيه اي حاجة وما انت شحطت في دماغك البار على الهارت وتبص وقفر ما تزق تقول اي حاجة تقول ده الهارت مش عارف فيه ايه ده اللانج مش عارف فيه ايه وانت ناسي ان انت تبص على البارا سباين اللي احنا شايفين ده ده برضو نتيجة وجود بارا سباين الابسس ودي من الحاجات الكومن يا جماعة انه لو جايب لك حالة مثلا ممكن يحط لك صورة بالشكل ده وبعدين تلاقي ادي اهو يبقى انت بتتعامل مع بوستير ميدياستينا الماس طلعت في النهاية اهو ابسس وعامل اوسيس اتشينجس او اروجن في الاسباين اللي قد اه كلمة اخيرة بالنسبة للميدياستينا ده طبعا مش من الماسس ده ميدياستينا اللي جنب يصل اللي هو النيومو ميدياستينا تلاقي هوا في الميدياستينا ودي دايما نشوفها في حالات التروما اللي معاها سيرجيكا الانفيزيما وكده نلاقي فيه هوا برضو موجود في الميدياستينا خلاص احنا كده خلصنا كل الحاجات اللي هي الكمبارتمنس بتاعت الميدياستينا طيب انا بعد كده عايز اشوف ايه الحاجات اللي هي الميدياستينا الميدياستينا اللي بتيجي في الاطفال رقم واحد الليمفومة رقم واحد الليمفومة ما ننساش يا جماعة اهو بايلاترال لبيوليتد ماسز وطلعوا في الانتيور الميدياستينا وما لهمش علاءة بالفصل او موجودين على النحياتين هوت وطلعوا كلهم ليمفومة وبرضو ما لهمش علاءة بالفصل رقم اثنين التراتومة نقطبان يا جماعة زي الماس اللي انت شايفها دي غلاصه فيها كالسيفيكيشن وبعدين طلع فيها فات وكالسيفيكيشن وفيها صوفتيشو التراتومة من الحاجات وعملة اتليكتاس في اللوردلوب هنا من الحاجات المهمة اللي هي بتعمل ايه اللي هي بتيجي في البيدياتريك ايج جروب النيورو بلاستومة ودي من الحاجات اللي هي البوستير ميدياستينا الماس اللي بتيجي في الاطفال ادي الصورة هوت ادي الهارت واضي ماس كبيرة جدا وراه شكلها وراه لان انت شايف الهارت هوت بوضوح يعني لو هي دي موجودة انتير الهارت ما كنتش هتشوف الديتيلز بتاع الهارت وطلعت فعلا في السيتي في البوستير ميدياستينا وفي الرنين برضو طلعة في الايه في البوستير ميدياستينا فطفل صغير نفكر رقم واحد في الايه في النيورو بلاستوم يبقى دول اللي هم التلاتة ميدياستينا الماس اللي بيجوا في الاطفال لنفومة تلاتومة نيورو بلاستوم طيب خلاص نبتدي بقى نجمع الكلام احنا يعني احنا جاوبنا على السؤال اقول دي ميدياستينا او اللي بلمونر تبديه بالكلوز اللي احنا قلناها طيب رقم ثلاثة هي تطلع ايه احنا قلنا الكريتيريا بتاع كل واحدة فيه من الحاجات برضو اللي تساعدنا فيه شوية كلوز هنقول عليها برضو تساعدنا ان احنا نقول دي عبارة عن ايه لما انت تلاقي بوستير ميدياستينا الماس يعني ادي ماس هوت في الميدياستينا مطلع فوق الكلاف يبقى دي في البوستير ميدياستينا نفكر في نيوروجينيك تيومر لان هي دي الموستقوم يعني ما تشوف اي بوستير ميدياستينا الماس رقم واحد فكر في نيوروجينيك تيومر طيب ايه تاني لما تلاقي بايلاترا ميدياستينا الماس بالشكل ده رقم واحد فكر في الليمفوم وتطلع الليمفومة بالشكل ده لما تلاقي فات كونتنت في ميدياستينا الماس نفكر في الحاجات دي التيراتومة اللي هي زي دي كده وسهل ان انت هتلاقي فيها فاتي كومبوننت وكالسيفكيشن وصفتي شواء هكذا وسهل ان انت تشخص الصيمولايبومة مفيش فيها كالسيفكيشن حتة صولت كومبوننت صغيرة والباقي كلها ايه فاتي كونتينت الفات باد احنا قلنا حاجة فاتي ليجن بيور فاتي ليجن والهيرنية دي سهل ان انت هتقول دي الحاجات اللي فيها فات كونتينت لقيت ماس ليجن فيها كالسيفكيشن رقم واحد فكر في التيراتوم رقم اتنين يليها السايموم عشان الكالسيفكيشن ما هيش كومن او فيه الانيوريزم هتلاقيه مارجنل على المارجن بتاع ايه او الوول بتاع الارتري وممكن تلاقي فيه كالسيفكيشن في الليمفينوت في حالات السيليكوز وكده يعني بس دول الحاجات الاساسية اللي انت هتفكر فيه تيراتومة رقم اتنين سايموم طيب لما انت تلاقي ماس في الكارديوفرينيك انجل هنا زي اللي انت شايفها دي خلاص تفكر في التلاتة دول الهيرنيا والسيست والفات بات طيب لو لقيت الدنس بتاعته ما انت شايف فيها جاز من جوه يعني ما فيش فيها باول لوبس طبعا الليفر ممكن يطلع هنا بس احنا بنقول الحاجة المستقاما يا جماعة والليفر لو طلع هنا مش هيبقى فيه هوا يعني هيبقى فيه صوفتشو زيه زي السيست والحاجات دي لو لقيت فيه هنا هوا يبقى غالبا دي ايه هيرنيا لو لقيتها الدنس بتاعتها او الهوموجنس اوباسي زي الهارت كده ولذنس بتاعتها قريبه من الهارت يبقى دي غالبا سست لو لقيتها اقل من الهارت بقى دي غالبا ايه فات بات ماشي يعني دي غالبا عطيت لع سست يا جماعة طيب لما تلاقي التراكية زي ما انت شايف كان ماشي وتعمل بقى تلاقي Yeah Pac and go ما اللي في السوبير ميدياستينا زي ما انت شايف كده برضو رقم واحد فكر في الجويتر ولو انت بادي المقاطع تحت اطلع كامل فوق في اللور نيك عشان تجيب الايه السيراية لو انت لقيت الماس كونتينوس مع ميدياستينا الاستراكشل زي الاورتال اللي انت شايفه ده والماس ماشية معاه وفيها كالتفكيشن وهكذا يبقى ده ممكن تكون انيوريز طيب ده ايه يا جماعة ممكن تكون ايه الصورة اللي قدامي ده ميدياستينا الماس وبايلاترال رقم واحد افكر في ايه اهو طلعت ايه طلعت المفوم ماشي ده كلام اللي احنا بنقول لقينا ماس في الكارديوفرينيك انجل بص فيها حاجة ولا لا يبقى انا عندي ثلاث احتمالات يا هيرنيا مرجاجني هيرنيا يا فات بات يا اما بريكارديال سيست بص على الدنست هنا مفيش حاجة مفيش جازو مفيش حاجة بتقول ان فيه باول لوبس الدنست بتاعتها هنا زي الهارت كده بالظبط يبقى ده غالبا سيست لو لقيتها اقل يبقى ده ممكن تكون ايه بريكارديال فات طيب ادي بتاع ميدياستينا الماس موجود على الرايت سايد اهو طلع ascending aortic aneurysm ده في اني كمبارتمنت في الانتيريور في الانتيريور ميدياستينا نقد بلنا ان الاسسن دينج اورتا جزء من الايه من الانتيريور ميدياستينا ميديا ده ماس ليجن موجودة في المكان بتاع الهيلم وطلع السيستيك ماس هنا طبعا ده اللي هو المكان بتاع اللي ايه البرونكوجينيك سيست ده ماس ليجن موجودة في الرايت كارديوفرينيك انجل وفيها حاجات فيها هوا هوت يبقى انا افكر في التلاتة لكن رقم واحد افكر في الهيرنيا وفعلا ثلاث هيرنيا هوت ماشي دي طبعا انتيريور وثلاث هيرنيا اهي وفيها فات وفيها ايه باولو سهوة اللي موجودة دول يا جماعة اوكي شكرا اتمنى يعني ان احنا نكون اه يعني اه 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 الموضوع بقى يعني بسيط شوية بحيث ان احنا ما نغلطش في حاجات كتير فيه يا جماعة بعد كده ان شاء الله شكرا سلام عليكم اشتركوا في القناة